عرض الدعوة على قبائل العرب بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة في قبائل العرب في موسم الحج لعل قبيلة تؤمن به وتنصره كان أبو لهب وأبو جهل قبحهم الله يتناوبان على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في قبائل العرب اختلف موقف قبائل العرب تجاه دعوته صلى الله عليه وسلم منهم من تبرأ منه ومنهم من طمع بالخلافة بعده ومنهم من سكت بدء إسلام الأنصار في العام الحادي عشر للبعثة في موسم الحج التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة نفر من الخزرج أراد الله بهم خيرا جلس إليهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام آمن هؤلاء النفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنهم أجمعين رجع هؤلاء النفر إلى المدينة وذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيه